بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ الآن في المحاضرة التاسعة من الثقافة الإسلامية وسوف نتحدث فيها عن حقوق الإنسان في الإسلام أولا تعريف الحقوق لغة واصطلاحا ثانيا أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان ثالثا خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام رابعا مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية خامسا شبهات عن بعض حقوق المرأة في الإسلام والرد عليها تعريف الحقوق الحقوق في اللغة قال الجوهري الحق خلاف الباطل وتعريف الحقوق اصطلاحا تكون جمع حق بمعنى السلطة والمكنة المشروعة أو بمعنى المطلب الذي يجب لأحد على غيره أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان أولا حق الكرامة والتفضيل قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم ثانيا عدم التمييز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثالثا الدعوة إلى التعاون بين الشعوب على الخير قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا رابعا حرية الإنسان في عقيدته قال تعالى لا إكراه في الدين خامسا حق الأمن على نفسه وأهله وماله سادسا حق التكافل بين أبناء المجتمع قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سابعا حق التعليم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ثامنا حق العلاج من المرض وفرض الحجر الصحي في حالات الأمراض المعدية تاسعا حق التملك والعمل في المباح وعلى الدولة توفير فرص العمل للقادرين عليه عاشرا والأخير حق تكوين الأسرة خصائص ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام أولا حقوق الإنسان في الإسلام تنبثق من العقيدة الإسلامية ثانيا حقوق الإنسان في الإسلام منح إلهية ثالثا حقوق الإنسان في الإسلام شاملة لكل أنواع الحقوق رابعا حقوق الإنسان في الإسلام ثابتة ولا تقبل الإلغاء أو التبديل أو التعطيل خامسا حقوق الإنسان في الإسلام ليست مطلقة بل مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية أولا من حيث الأسبقية والإلزامية من حيث الأسبقية لقد كان للشريعة الإسلامية الغراء فضل السبق على كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية من حيث الإلزامية وحقوق الإنسان كما جاء بها الإسلام حقوق أصيلة أبدية لا تقبل حذفا ولا تعديلا ولا نسخا ولا تعطيلا إنها حقوق ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى ثانيا من حيث العمق والشمول حقوق الإنسان في الإسلام أعمق وأشمل من حقوق الإنسان في المواثيق الدولية إن الحقوق في الإسلام تبلغ درجة الحرمات وهي في هذا تمر بدرجات فالحقوق مسلمة ومن بعدها تدعمها الواجبات ومن بعد الواجبات تحميها الحدود ومن بعد الحدود ترتفع إلى الحرمات وإذا كانت المواثيق البشرية قد ضمنت بعض الحقوق فإن الإسلام بمصدريه القرآن والسنة شمل جميع أنواع الحقوق التي كرم الله بها الإنسان على خلقه ثالثا من حيث الحماية والضمانات إن حقوق الإنسان في القوانين الوضعية لم توضع لها الضمانات اللازمة لحمايتها من الانتهاك وإنما هي توصيات أدبية أما في الإسلام فقد اعتمد المسلمون في مجال حماية حقوق الإنسان على أمرين أساسيين وهما إقامة الحدود الشرعية وتحقيق العدالة المطلقة شبهات على بعض حقوق المرأة في الإسلام والرد عليها نتناول فيما يلي بإيجاز بعض ما أورده من لا يعرف حقيقة الإسلام أو من يعرفها ولكن في قلبه مرض من شبهات حول بعض حقوق المرأة ومن هذه الشبهات أولا عدم المساواة بين المرأة والرجل في الميراث ثانيا عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة ثالثا استئثار الرجل بإيقاع الطلاق أولا شبهة عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث والرد عليها من وجهه الأول أن القرآن الكريم نص على تفضيل الذكر على الأنثى في من ترك أولادا أو إخوة لغير أم قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثين ومع هذا النص القاطع الثبوت والدلالة لا يحق لأي إنسان مسلم الاعتراض الرد الثاني إن من العدل أن يكون للذكر مثل حظ الأنثين لأن المرأة لا تجب عليها النفقة مطلقا سواء كانت غنية أم فقيرة وإنما النفق على الرجل أبا أو زوجا أو وليا الشبهة الثانية وهي عدم مساواة المرأة للرجل في نصاب الشهادة والرد عليها من وجهين الأول أن القرآن الكريم نص على أن شهادة الرجل تعجل شهادة مرأتين فلا مجال للإعتراض من مسلم على حكم الله قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الرد الثاني إن الشريعة الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة حتى لا تكون عرضة للإتهام ثالثا استئثار الرجل بإيقاع الطلاق وأما فيما يتعلق بالقول باستئثار الرجل بالطلاق وقصر هذا الحق عليه دون المرأة فلا بد من لفت النظر إلى أولا أن الزواج في الإسلام من الناحية العقدية هو عقد الرضائي على ني يقوم على العطاء المتبادل بين الزوجين في شخصيهما وفقا للأحكام الشرعية ليتمتع كل منهما بشخص الآخر تمتعا كان محرما عليهما لو لا هذا العقد ولو اشترطت المرأة أن يكون طلاقها بيدها ورضي الزوج لكان لها ذلك فالزواج عقد الرضائي في الأصل الرد الثاني أن المرأة في عطائها امتازت على الرجل في استحقاقها المهر حسب شروطها وأما عطاء الرجل فكان هدرا بدون أن يكون فسخ العقد من قبلها في هذه الحالة يعتبر إقالة العقد ظارة بالطرف الآخر أي أن حق المرأة أن تأخذ المهر وللزوج حق الطلاق والعصم وبالتالي لا يحق للمرأة أن يكون إزالة عقد النكاح بيدها ابتداء وصلى الله وسلم على نبينا محمد